أهلاً أحبائنا مشاهدينا من واصل حديثنا من جبل صهيون يسوع والروح القدس قلت أن الروح القدس هو شخص وأيضاً الروح القدس له الصفات الإلهية وهو الروح الأزلي شفنا الروح القدس في الخليقة في العناية الإلهية في ولادة يسوع المسيح رأينا الروح القدس في عمل التجديد لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فهو عمل الروح القدس في الكيان في التجديد وأيضاً نرى عمل الروح القدس في التقديس تقديس الروح الروح القدس ونرى عمل مهم جداً للروح القدس هو الذي يلهم ويتنفس في أنبياء الله في وحي الكتاب المقدس مكتوب كل الكتاب هو موح به من الله كتبه أناس الله القديسون مصيقون من الروح القدس مع الجرس يعني هذا التأكيد على الكلام اللي بحكيه فإذن إعلان واستنارة وإلهام وحي الروح القدس في حياة الأنبياء والرسل وتلميذ الرب حتى نرى عمل الروح في إقامة يسوع المسيح من الأموات والروح هو الذي يحيي هو الذي يحيي فإذن نرى أنه دور الروح القدس في غاية الأهمية مرة تانية بحب أكد أنه الروح هو واحد في الثلوث نرى هذا الشيء في المأمورية العظمى عندما قال يسوع اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس ونرى أيضا الروح القدس في البركة الرسلية عندما في الكنيسة تقول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الآب وشركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم الروح القدس ظاهر جدا في حياة يسوع المسيح وحياة التلميذ ومش صدفة أنا موجودة على جبل صهيون خلينا أقول أحبائي شيء مهم أنه يسوع وعد بمجيء الروح القدس مع تتميم النبوات نبوة إشعياء ونبوة يؤيل النبي أسأسك بروحه على كل بشر في آخر الأيام في يحنى إصحاح 14 و15 و16 الرب يسوع بيتكلم عن عمل الروح القدس بإسهاب هو يعلم ويذكر ويرشد ويمجد المسيح والرب يسوع يرسل الروح القدس في يسوع بيتنبأ عن مجيء الروح القدس وعلى جبل الزيتون في الجهة الأخرى قال لا تبرح من أورشاليم إلى أن تلبس قوة من الأعالي وهذا كان مهم جدا عندما صعد يسوع إلى السماء جاء التلميذ إلى العلية العلية في رأس جبل صهيون ولمدة عشر تيام كانوا يصلوا وكانوا يطلبوا الرب وحل الروح القدس عليهم في يوم الخمسين يوم الخمسين هذا عيد عيد الخمسين اللي بسموه حاجة شبعوت أو عيد الأسبيع أو عيد الشكر أو عيد الحصاد أو بسموه يوم الخمسين يعني بعد 49 يوم من الفصح فصح اليهود في عيد طبعا العنصر إحنا من سميه يوم الخمسين حل الروح القدس على التلميذ وكان موجود في العلية 120 شخص وعندما امتلأوا من الروح القدس تكلموا بألسنة جديدة وابتدأوا يشهدوا عن يسوع المسيح وكانوا يتكلموا بكلام الله بكل مجاهرة فشيء طبيعي رح ينزلوا من جبل صهيون نزولا الطريق القديم خلف كنيسة صياحة الديك وطبعا ذهابا إلى منطقة الهيكل وبترس الرسول بكل شجاعة مع الرسل بيتكلم أنتم بأيدي أثما صلبتموا ولكننا نحن شهود للقيامة ولأنه بقوة الروح القدس ولأنه امتلأوا من الروح القدس الرب خلص وضم إلى الكنيسة 3000 نفس فعندما أقف على جبل صهيون أتذكر مجيء الروح القدس في يوم الخمسين أتذكر ولادة الكنيسة المسيحية في يوم الخمسين وأتذكر عمل يسوع المسيح المستمر في حياة التلميذ من خلال حضوره ومن خلال قوة الروح القدس فالروح القدس ما زال يعمل حتى يومنا هذا فالروح القدس يبكت على خطية والروح القدس يقود إلى يسوع المسيح أحباً